ميرسي بخيزيدون بهذه العبارة ودع لعبو المنتخب الوطني وطقم الفني بقيادة جمل بالماضي ودع الرئيس المنتهية عهدته خير الدين زتشي بالماضي المدرب الكوف والرجل المعروف بمبادئه رفض أن يمر خروج الرئيس الذي جلبه إلى العارضة الفنية للخضر ووفر له كل الظروف المواتية رفض أن يمر خروجه مرور الكرام فرسم له خروجا لم يكن يحلم به زتشي إطلاقا خاصة بعد كل الضغوطات التي عاشها قبل وأثناء وبعد التتويج القري بالماضي قال بصريح العبارة أنه لو كان مكان رئيس الفاف ما كان ليتحمل الحملة التي شنتها بعض الأطراف ضد زتشي ولكنه عرف كيف يرصع خروج رئيس الاتحادية بطريقة تليق بالمستوى الذي بلغه المنتخب الوطني ما حملته نهاية مباراة بوتسوانا بعد الفوز بخماسية نظيفة والقميص الذي كتبت عليه عبارة شكرا للرئيس وتوديع رفقاء محرز لرئيسهم بالأحضان ثم الحفل المصغر الذي أقامه اللاعبون والطاقم الفني في سيدي موسى على شرف ديدين مثل ما يلقبه المقربون أمور قد تجعل زتشي يرفض حتى فكرة الترشح لو كان ينوي ذلك بالماضي لم يكتفي بشكر زتشي بل وضع خليفته المستقبلي تحت ضغط رهيب لأنه يريد رئيسا يوفر له الأرضية الخصبة التي ستسمح بحصد المزيد من الانجازات فالأسماء اليوم لم تعدتهم وقالها بالماضي المنتخب سيبقى فوق الجميع موسيقى